المستبدون في كل زمان ومكان شغلهم الشاغل وحصار دعوة الله تعالى وإسكات الأصوات الحرة وهذا صنيع لم يتوقف على مر الأزمان ولن يتوقف وفي الآن ذاته دعوة الله تعالى ينبغي أن تمضي قدمة رغم العراقيل والعقبات فدعونا إلى الله تعالى هم ابتداء وانتهاءهم ورثة الأنبياء في تبليغ دعوة الله تعالى والعنبياء صبروا على ما كذبوا وأوذوا احتأتهم صلى الله تعالى فكل يعمل على شاكلته المستبد والظالم والمتجبر يعمل والداعي إلى الله تعالى يعمل لإنقاذ الناس ولدلالة على الله تعالى وأجره على الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا العام الموضوعي فسيدي ما هو في نظركم آتار جمود بعض الدعاة وعدم تجديد خطابهم على الصحوة الإسلامية التي شهدها العالم الإسلامي منذ عقود هذا هو الخطيب والواعظ الدعي لله سبحانه وتعالى ينبغي أن ينوع خطابه حسب الزمان وحسب المكان وحسب المخاطبين فلا يمكن أن نخاطب شبانا بما نخاطب به الشيوخ ولا يمكن أن نخاطب أهل بادية ما نخاطب به أهل حضار فلا يمكن أن نخاطب طلابا بما نخاطب به العلماء أو الأساسذا فإذن الخطاب ينبغي أن يتغير بتغير هذه الأمور وهذه هي البلاغة ولذلك قالوا البلاغة هي مطابقة الكلام لمقصد الحال ومن نتائج فشل عدد من التحركات الدعوية هي أنها لم تراعي الواقع ولم تراعي المخاطبين الآن نحن في عصر ينبغي أن يكون خطابنا خطابا قريبا من الناس قريبا من هموم الناس ومن قضاياهم ومن احتياجهم فهذا هو المطلوب كي تنجح هذه الصحوات